يكون على ملعب السلام لكن النادي الأهلي قدم طلب وتواصل مع كل الجهات المعنية في هذا الصياق أنه عايز يلعب في استاذ القاهرة وبأكبر عدد من الجمهور إلى الآن لم تنقطع الاتصالات ولم تنقطع الأمور المهمة في هذا الشأن يعني النادي الأهلي بتواصل مع الجهات الأمنية وتواصل مع اتحاد الكرة بهذا الشأن عشان يلعب على استاذ القاهرة وبأكبر عدد ممكن من الجمهور خصوصاً إحنا شفنا مبارح حفلة كبيرة في استاذ القاهرة وأمنياً قادرين إن شاء الله ما شاء الله الأمن في أحسن حالاته وقادرين إن شاء الله إن استضيف كان مبارح في 70 أو 80 ألف يعني في حفلة عيد الحب في استاذ القاهرة وشفنا المنظر المبهر في استاذ القاهرة نفس السياق على نفس السياق الجهات الأمنية إن شاء الله هتكون والتواصل مع النادي الأهلي إنه نقدر نلعب مباراة الأهلي وسان داونز في استاذ القاهرة ما فيش حجة خلاص إنه المباراة إن بارح فيه تأمين على أحسن ما يكون والحفل خرج بشكل مبهر طيب المباراة المباراة على أهمية المباراة على استاذ القاهرة أهمية فنية وأهمية جماهرية أهمية فنية في إيه؟ أهمية فنية في الملعب استاذ السلام من الملاعب الديئة كلنا زي ما عارفين إنه الملاعب القانونية من إله من إله والوطول من إله فالملعب دا يأسنا فنيا في استاذ القاهرة بيفرق كمان الجماهير معاك أكبر عدد من الجماهير هيفرق معاك جماهريا في مباراة مهمة زي دي قبل ما نروح بقى لشوية أخبار مبارح كان ذكرى وفاة ثابت البطل الزكرى الخمستاشر عدى خمستاشر سنة على ثابت البطل ثابت البطل مش هتوقف عند بطولاته الكتير بطولاته كتير أفريقيا مع النادي الأهلي أفريقيا وعربيا مع المنتخب المصري مع المنتخب الأولمبي حاجة ما شاء الله ما شاء الله لكن هتوقف على زكرى وفاته اللي حصلت فيه 14 فبراير لكن هرجع لليوم اللي قابليها 13 فبراير 2005 15 فبراير 2005 والموقف اللي حصل في مباراة الأهلي والزمالك وبالمناسبة احنا راحين على مباراة الأهلي والزمالك فنقدر نفتكر هذا الموقف أنه هذا الرجل كان حريصا أنه يحضر هذه المباراة الحرس والإصرار والعزيمة أنه يحضر هذه المباراة على مباراة الأهلي والزمالك قبل مباشرة يومها مباشرة المشهد ده لو شفنا مشهد سينمائي بمعنى الكلمة يعني المشهد ده لو اتعمل فيلم سينمائي أنا متأكد أنه هيكون بالغ التأثير وهيكون فيه فانتازيا لو ما حدش يعرف سابت البطل يعني هيكون فيه فانتازيا إيه ده؟ وفي حد يعمل كده؟ في حد يعمل كده؟ آه فيه؟ سابت البطل راح الملعب والمشهد ده فيه تلات حاجات المرض اللي داس على سابت البطل واللعيبة اللي جريت في الملعب تنفذ اللي عايزه سابت البطل وفاز النادي الأهلي وثابت البطل بتحمله الشديد للمرض التلات حاجات دول وانت بتشوف الصورة بتاعة مباراة الأهلي والزمالك حاجة مؤسرة وحاجة تقول إنه الله يرحمك يا سابت يا بطل لأنه وهو عنده وجع كبير جدا مشتكاش وعنده وجع كبير جدا كان حريص وده مشهد البطلية زي ما انتوا شايفين البطلية والألم قبل الموت بساعات وتوفى إيه انت بقى؟ توفى 14 فبراير اللي هو عيد الحب وكأنه بيبعث برسالة حب لكل الأهلوية في عيد الحب وبيقول خليكوا رجالة دايما وراء النادي الأهلي الله يرحمك يا كابتن سابت طيب الأهلي النهاردة كان فيه تدريب للنادي الأهلي قبل ما يكون بكرة فيه راح ده كل الأمور دي بتخضع طبقا لعملية طبعا علمية بحتة أنه بنزل بأحمال وبطلع بأحمال فالأهلي النهاردة هيريح بكرة استعدادا لمباراة السوبر خلاص بدأنا خلاص راحين بنطلع من بطولة لبطولة بنطلع من مباراة للمباراة فالأهلي بكرة هيريح استعدادا للسوبر والنهاردة لعيبة للعبة المباراة بتاعة مبارح عملت تدريبات استشفائية استشفائية للعبة مباراة عشان ينزل بالحمل التدريبي عليهم إنما اللعيبة اللي ما شاركتش مبارح عملوا تدريبات بدنية وطبعا